اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركم ايه? اه النهاردة ان شاء الله المحاضرة رقم ترتاشر اه في دبلومة المايكروسوفت كنا اخدنا الاتناشر محاضرة اللي فاتوا اخدنا كل ما يخص اه برنامج الورد وعرفنا ان هو برنامج اصلا بيهتم اكتر بتحرير النصوص سواء النصوص كانت باللغة العربية او باللغة الانجليزية. طيب فيه تنويه بس ان حابة اوضع عليه في الورد. انا لما اجي اكتب لازم اتاكد من بتاعي. يعني انا لو بكتب مسلا عربي اخليه لو بكتب انجليزي خليه طيب انا مسلا مخليه وجيت كتبت حالة زي كده وعاز اكتب كلمة انجليزي. ساعات الناس بتلاحز ان الكلمة الانجليزة تيجي معاين مع بداية ايه? مع بداية اللي خليتها اهو. انا مسلا بكتب اهو عربي. ومخلي اتجاه الكتابة من اتجاه الكتابة مخليه كتبت كلمة بالعربي. وجيت كتبت الكلمة بالانجليزي. ايه اللي هيحصل? هلاقي الكلمة الكتابة بالانجليزي جات لي مع بداية السطر. ليه? لان انا عامل اتجاه الكتابة من lift to write. في الحالة دي حلها ايه? حلها ان انا خلي اتجاه الكتاب. انا لو بكتب المستند كله بالعربي. وفي كلمة في النص بالانجليزي. اخلي اتجاه الكتابة موحد. اللي هو write to lift. واكتب مسلا اللي انا عايزه. اكتب اللي انا عايزه. وجيت اكتب اي كلام بالانجليزي. وكملت. هيكمل معي عادي. فلازم اتأكد قبل ما اكتب من اتجاه الكتابة. من وليفت ولا ليفت تو. تمام. ده اول فنية من الفنيات اللي احنا كنا عايزين نشرحها. طيب. احنا كنا في الورد اتعلمنا قائمة فايل. عرفنا فيها ازاي اعمل ملف اه جديد. ازاي افتح ملفات موجودة عندي على الجهاز. وازاي بعمل حماية للمستند من انفو. واختار حي اسمها protect document. اه وعرفنا فرجة ما بين السيف والسيف از. اه السيف حفز الملف الاول مرة. وسيف از حفز الملف بعد تعديل. طبعة. تمام? اه ولو عايز اعمل مشاركة ليه الملف عايز اعمله مع اشخاص. او عايز اعمله عن طريق الميل. او عايز اعمله عن طريق مسلا اه بريزنتيشن اونلاين. وده كله عن طريق الشير. مسلا انا عملت سيف از اهو. تبراوز. هنا بحل الحفز اللي عندي هنا بكتب است. الملف. بس ياريت محدش يمسح الصيغة. الصيغة نفسه بتاعة الملفة لو اتنسحت الملفة هيبوز معي. برنامي ييه الورد الصيغة بتاعته اسمها الدي او سي اكس. دي او سي اكس. دي الصيغة البلاجية على ملفات الورد. مش شرطة ملفات الورد بس. اي 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 مستند بكتب بداخله. اي مستند بكتب بداخله نصوص سواء بالعربي او بالانجليزي. بلاج الصيغة بتاعته دي او سي اكس. تمام? لو لجيه ملف برا الصيغة دي ورحت مسحت الصيغة الملف نفسه هيبوز معي. هيتحول لورجة بيضة. معنى كده كل اللي انت عملته داخل الملف مش هتقدر ترجعه تاني. عشان كده لازم الصيغة نفسها محدش يمسحها. باكد تاني الصيغة الصيغة ما تنسحش. تمام? نجي نكمل. اه السيب اس طيب اللي هو نوع الحفز اللي هو عايز احفزه كبي دي اف اهو. اه احفزه كورد. دي كلها طرق الحفز. جيه تدور هنا على بي دي اف ومش تلاقيها. في طريقة تاني بحفز بيها اللي هو بي دي اف عن طريق حي اسمها اكس بورت. وبختار كريات بي دي اف كريات ابي دي اف. طيب. بعرف ننكلوز بيكفل لي الصفحة اللي هنشغال عليها بس. ويجزد بيعمل لي اغلاق كلي. اكونتي من خلاله بغير لون النظام. اهو. اه الفيدباك جلنا لو عايز ابعت لشركة مايكروسوفت انطباعي عن الورد. اوبشن تعلمنا فيها ازاي مسلا من هنا بعمل يوزر نيم اسم المستخدم من الجنرال. السيف اللي هو الحفز التلقائي. مودة الحفز التلقائي. وهنا مكان الحفز التلقائي. ويه مكان حفز الملف الاصلي. اللي هي اللغة. لازم اخلي عندي اللي هو الديسبيلية البروفنج. الاتنين دولة خليهم نفس اللغة علشان اغير لغة البرنامج ده انا شغال بيها. لو انا شغال التابات كلها انجليزة عايز احولها عربي. بحولها ازاي? بحولها عن طريق اللي هو اللانجوش. بس لازم اكون معرف اللغة العربية عندي على الجهاز. يعني ان شاء الله بازن الله بعد من خلص الدبلومة هناخد اه هناخد اه يعني مادة كاملة اسمها السيئات والكمبيوتر. واساسيات الانترنت. هنتعلم كل حاجة خاصة بالسفت وير والهارد وير في الكمبيوتر ان شاء الله. تمام? اه احنا بغير من ايها لغة الارقام. فين اللي هي النمرة? اهي. عربي اللي هي وان تو سري. وهند اللي هو واحد اتنين تلاتة بالعربي. والكون اللي هو ايه? على حسب الكتاب اللي انا كاتبها. تمام? يعني بكتب عربي الارقام عربي. اكتب انجليزي الارقام بالانجليزي. على حسب لغة الكتاب اللي انا بكتب بها. وحدة القياس كنا بنغيرها من هنا. من بعد كده اختار حاجة اسمها وباختار وحدة القياس اللي انا عايزة. دي خاصة بشريط القوام بالفوق. ازاي اضيف قائمة ازاي شيء قائمة. الكويك اكسس بار اللي هو شريط الوصول السريع. كنا خدنا بعد كده قائمة هموم اللي هي التنسيقات الخاصة بالخطوط والباراجراف. ولو عايز ابحس عن كلمة لو عايز استبدل كلمة. اه انسرتي من اسمها ادراج لو عايز اعمل كفر بيج وممكن انا ازاي اعمل غلاف اه. تعلمنا ازاي نعمل غلاف. اه ازاي ادرج تابل والتنسيقات بتاعته. اه بيكتشر اللي هو صورة. اشكال. مخطط تفصيلي. رسمي بياني. ده كله تعلمنا ازاي ندري. طيب. اه اللي هو اللينك. اخدنا اللينك. الارتباط التشعبي. واخدنا اللي هو البوك مارك اللي هو العلامة الاشارة المرجعية. والكروس اللي هو الاسناد الترافقي. اخدنا ازاي اعمل تعليق من كزا تابة. من تابة. ومن انسيرت. اه ازاي اعمل هدر وفوتر وبيج نمبر. وازاي ادرج معادلة. وازاي ادرج اكوشن. والخلام دي. الديزاين زي ما قلنا اللي هو العلامة المائية ولون الصفحة والحدود بتاعة الصفحة اللي عندي. اللي اه اول دي اللي هو خاصة بالهوامش والالورينتيشن اللي هو الاتجاه. والسيز اللي هو الحجم والكلم اللي هو الاعمدة. دي خاصة باعدادات الطباعة. خاصة اللي هي المراجعة اللي عندي الببلوغرافي والرفرانسز والفوت نوت والاند نوت. الميلينج اللي هي خاصة بالمراسلة. اه زي ما قلنا خاصة اللي انا عاز اعمل اه تعليق جديد. لو عاز اترجم مستند لو كتبوا بالانجليز عاز اترجموا العربي ازاي? واخدنا اللي هو ازاي اعمل تصحيح الاخطاء اللي مائية. اه اه فيو منها اللي هو طريقة عرض الصفحة وازاي اعمل الزوم. وتعلمنا اللي هو الماكرو. وفي نفس الوقت ازاي ازهر مسترة وازاي اخفيها. ده مناجع سريع على برنامج الورد. اه بش مهندس روماني البرامج البديلة ليه الورد دي كلها ان شاء الله بازن الله بازن الله اه بعد ما هنخلص احنا ممكن برضو نتطرق لكزا اه برنامج ليهم يعني. اه اللي هو المستندات بتاعت جوجل كلها هنتعلمها مع بعض ازاي نعمل استمارة ازاي نعمل ازاي اشتغل على الوفيس عن طريق الانترنت. ده كله ان شاء الله هنتعلمه بعد ما نخلص الدبلوما مع بعض. تمام? وهنعرف ايه بداية للوفيس عمتا ككل. فيه برامج بديلة للوفيس. هنعرف ايه هي بداية للوفيس. فهنتعلم ان شاء الله الوفيس كاملة مع بعض. وهنتعلم برضو البرامج البديلة للوفيس كلها. وهنتعلم ازاي برضو واعمل استمرت بيانات وازاي اعمل اشتغل على جوجل ده كله ان شاء الله هناخدها ان شاء الله بعد ما اخلص اه كده مراجعة سريعة على على ايه? على الورد. هبتدي ده لوكتي ادخل على الاكسيل. اختارها اسمها بلانك وورك بوك. اتعلمنا ان الصفحة اسمها بيش في الورد اما في الاكسيل اسمها شيت. الورد اسمه دوكمنت. الاكسيل اسمه بوك. الصيغة بتاعت الورد دي او سي اكس. اما بتاعة الاكسيل اكس ال الصيغة بتاعته. دي اللي هي صيغة الاكسيل. دي الصيغة بتاعت الاكسيل. اكس ال اس اكس واكس ال اسم. دي صيغة البرنامج بتاع الاكسيل. اه الورد كلنا اللي هو خاص بالتحرير النصوص اما الورد الجداول الالكترونية. طيب. الورد لو جيت بصيت على حجم الخط هليجي اخر اتنين وسبعين بس انا ممكن ازود زي ما انا عايز عادي. طب لو بصيت على ال اخره برضو اتنين وسبعين. هتلاقيه بس مختلف في الباور بوينت اخره ستة وتسعين. بس ممكن ازود عادي زي ما انا عايز. ممكن ازود عادي زي ما انا عايز. تمام? حلو خالص. عندي فوق خالص اللي هو شريط العنوان. هنا ظهر عندي حاجة اسمها صين ان لو عايز اه اشتغل عن طريق اه اميل ماكروسوفت. هنا خاصة بي اللي هو الريبون. اللي هو شريط الادوات. لو دست عليه. وروح تدست شو تاب. اه الشل اللي هو شريط الادوات. لو فلغالي كل حاجة اهو. ارجحها ازاي تاني اهي. واخترح اسمها الشو تاب اند كومنت. تمام. ده يا شريط العنوان. دي القوائم. زي ما قلنا ازاي يشيل واحدة فيهم. كليكي مين عليها وادوس ازاي اضيف من علامة السهم دي وهضيف الحاجة اللي انا عايزها. اشيلها ازاي من تمام. دي اسمه شريط القوائم. واللي تحته اسمه شريط الادوات او الريبون. هنا شريط الصيغة. اللي هو عند الاف اكس. دي اسمه شريط الصيغة. اسمه شريط الصيغة. تمام. دي الاي والبي والسي والدي والاي. دي اسمها اعمدة. اما الواحد والاتنين والتلاتة والاربع والخمسة وهكذا اسمها صفوف. تقاطع العمود مع الصف اسمه خلية. ادي عمود. ودي صف. فدي اسمها خلية. يبقى ادي العمود. ودي الصف. اللي انا واجف عليها دي. هدي اسمها خلية. تقاطع العمود مع الصف. طيب. احنا قلنا ازاي بنسمي. انا واجف على الخلية دي اسم الخلية باخد العمود دي اللي انا واجف فيه. وباخد الصف. يعني اسم العمود كي. اسم الصف تسعة. يجبأ اسمه كي التسعة. طيب وجفت هنا اسم العمود ار اسم الصف عشرة. يجبأ ار عشرة. هلاجي فين? هلاجي موجود عندي هنا فوق او. ار عشرة. ده اسم الخلية. طيب وجفت هنا جي تمنتاشر. وجفت هنا ستة. تحت خالص ده اسمه شريط الحالة. شريط الحالة اللي انا بعمل بيه طريقة العرض. طريقة العرض. آآ تمام. طيب. في حاجة في الورد هنا. اكبر نسبة آآ تكبير اللي زوم بيسمح بيها هي كام? شايفين? خمسمية. خمسمية. طب انا لو مش عارف ازبطها بروح على مسلا واختار مية في المية. خلها لمية في المية. يبقى اكبر نسبة تكبير اللي زوم بتكون خمسمية في الورد. اما في الكسيل كام? ربعمية. في الكسيل ربعمية. تمام. من تحت كتب لي حاجة اسمها شيط وان. ده اسم الشيط اللي انا واجف عليه. عايز اغير الاسم. ضغطتين. اضغط ضغطتين عليه. واكتب الاسم اللي انا عايزه. مسلا بعدة بيانات. كده انا غيرت الاسم. او عن طريق حية تاني. ان انا اضغط عليه كليل كيمين. واختارها اسمها رينيم. اعادة تسمية. اعادة تسمية. طيب. علامة البلس دي بتضيف شيت تاني. اهو. هضغط عليها كده اضف لي شيط تاني. لو جفت على الشيت داي وعايز اعزفه. اضغط عليه وادس على حية اسمها. كده حزف لي الشيت. حلو كده. طيب. لو دست على اول حية. اللي هيحصل معايا. ودست اوكي على طول من غير ما ادس اي حاجة كده اضراج لي شيط تاني. فجلي الشيت رقم كام اربعة? ليه ما جليش رقم تلاتة? لان هو انا انا هو ملوش دعوة انا ضفت شيط وحزفته لأ. هو هنا في الاكسل اللي زكي. فهو عارف ان انت كنت ضايف شيط تلاتة عندك بس الشيت حزفته. حلو كده? فهو بيكمل لك عليه. طيب. فهو هنا بيكمل لك عليه. لو جفت مسلا رحت حزفته. دست دليد. ووجفت على شيط اتنين. ودست على انسرت ودست اوكي. فجلي شيط خمسة. معنى كده ان انا في شيط رقم تلاتة واربعة حزفته. حلو كده? تمام. طيب. الاتجاه نفسه بتاع الكتاب انا بكتب من اي هنا? من اليسار. طب عايزة اخليها من ناحية اليمين. اختار حاسمها البيج لقاوت. البيج لقاوت. واروح هنا على حاجة اسمها الشيت اوبشن. اختار منها الشيت راية توليفت. اللي هو علامة الدييريكشن دي. هدوس على شيط راية توليفت. فخلالي اتجاه الكتابة من ناحية اليمين. هضغط عليها تاني خلالي ناحية اليسار. زي ما انا قبل ما مفتح الورد. هشوف انا هكتب مسلا بالعربة والانجليزي وبشوف الاتجاه بتاعي. تمام? هعمل نفس الكلام في الاكسل. قبل ما ابتدي كتابة. ابتدي اروح اشوف على البيج لقاوت. هختار. لو عايز اكتب كل انجليزي يخليه عادي من عايز اكتب عربي اروح احوله على طول من شيط رايت توليفت. اهو. تمام. نجي نكمل. طيب. كريت كيمين على الشيت وروح تدست حاجة اسمها الموف اركبي. يعني معناها ان انا عايز اه اعمل نقل لي او نسخ. ادوس عليه. فهنا كتب لي اسم المستند اللي انا فتحه. اسم الشيت اللي انا فتحه. اه في نفس الوقت بيقول لي بيفورد شيط. انت عايز تخلي شيط اتنين قبل اي شيط فيهم. قبل قاعدة البيانات. هعلم عليها ادوس اوكي. فكده خليها لي قبل قاعدة البيانات. طب لو دوس على قاعدة البيانات ودست نوب اركبي. اوه. هيقول لي ان انا عايز اخلي الشيت ده قبل قاعدة البيانات عايز اخليها قبل شيط اتنين. وروح ادوس اوكي عليها وخليها لي قبل شيط اتنين. طيب. كليت كيمين عليها ولو اخترت حاجة اسمها اللي هو لون الشيت. اللون بتاع الشيت. اهو. ده هي لون الشيت. ساعات بيجي سؤال في امتحان الدولي بيقول ان هو اغير لي لون الشيت. في ناس تعمل ايه? روح تحدد كده. تمام? روح تختار مسلا لون زي ده. حال ده اسمه لون الشيت. ده الخلايا. اما الشيت اللي هو من تحت. ده اللون اللي هو طيب. طيب. انا عايز اخفي شيط اتنين. اختار حاجة اسمها هايد. كده انا خفيته. عايز ازهره تاني. اقف على الشيت اللي جابله وادوس على حاجة اسمها ان هايد. بيقول ان هايد ايه? شيط اتنين? هقول له اوكي. فكده ظهر معي شيط اتنين. ظهر معي شيط رقم اتنين. عايز ادي له لون برضو من طب كالر. باك اعمل اللون اللي انا عايزه. طيب. جيت انا كتبت هنا ارقام مسلا. وكنت فاتح شغل مسلا انسيته. اقمن ازاي نفسي. اقف على الشيت واختارها اسمها حماية الشيت. واكتب هنا الباسورد اللي انا عايز اكتبه. هعمل تأكيد ليه? طيب. لو جيت اكتب وقفت على اتناشر وحاولي تعدل في الرقم. فجاب لي رسالة بيقول ان انت مش هتقدر تعدل لان الشيت معمول له حماية. فكر بقى وجيب الحماية بتاعته. ساعات بتحصل ان بعد الدكات انا مسلا بينسوا شيطات الاكسيلا والضراجات بتاعتهم مفتوحة والطالب مسلا بالصدفة دخل عليه فليجي الشيت مفتوح والدكتور طاليا مسلا يشوف حاجة برا فالطالب ممكن اعدل في الضريات بتاعتي. فان انا ممكن ازاي احمي الحياة دي حتى لو نسيتها عن طريق ان انا بعمل بروتكت للشيت. للشيت وليس الملف كله. هنعرف ازاي نعمل الملف كله. طيب لو عايز اشيل الحماية هختارها اسمها ان بروتكت شيط. واكتب الباسورد بتاعي. وادوس وكيه. ومجرد ما هعدل هيعدل معي عادي. طيب. لو دستها حاسمها دي خاصة بيه اللغة البرمجة. خاصة بيه البرمجة. هنحاول نتطرق لها بس مش جامد يعني. تمام? خاصة بحد متخصص اكتر في البرمجة. طب لو عايز اعمل تحديد لكل الشيتات اللي عندي select all sheet. ورحت مسلا. وجفت على اية sheet فيهم. ورحت عايز اعمل لهم حماية كلهم مع بعض. او مسلا اغير اللون. اده غيرت. اللون بتاع الشيتين مع بعض. اهو. كليكي مين عليها واخترح اسمها. معناه ان انا عايز اشيل select. اهو. تمام. اه اه. شنو هندس احمد ابو العين كان اه رافع عيدو. تفضل هندسة لو حاب تسأل. اه انا عادة اشيل القاملة ان كتبها دي احددها كده وراح ادوس على delete من الكيبورد. delete. تمام. نشرح اول قائمة عندي قائمة فايل. دي هم. اه لو دست على. نيو. نيو برضو هيفتح معي بلانك وورك بوك. اللي هو بوك جديد او آآ شيت جديد معي. بمجرد ما هضغط عليها هيفتح معي. طيب انا لأ انا عايز حاجة جاهزة. ممكن اختار من التمبلت اللي عندي اهو. لو اخترت التمبلت زي دي. رح تدست create. في ايه اللي حصل? ادي تم درجة هالي جاهزة. بمجرد بس انا هعدل عليها. انا بس هعدل عليها. الطايم الصندي بمجرد بس انا هعدل عليها فقط. طيب. من نيو. رح تدورت برضو على حاجة اسمها هنا. الكلندر مسلا. ادي اجاب لي شكل اللي هو التاريخ عندي. طيب لو ادور على حاجة معينة مسلا لو عاز اكتب هنا. لا بس لازم اكبر متصل بالانترنت. كتبت فورم. اجاب لي اشكال الفورم هالي عندي. دست create. دي كلها حاجات جاهزة بس مجرد ان انا ممكن اعدل فيها فقط. بمجرد ما هدوس على كلمة في نمازج هتكون الجاهزة موجودة عندي. تمام? في نمازج هتكون موجودة عندي. طيب لو مش موجودة عندي. لازم اكون متصل بالانترنت. لازم اكون متصل بالانترنت. اول ما اكون متصل بالانترنت هتفتح معايا اللي هو قوائم تاني من تحت. ممكن اختار منهم اللي انا عايزه. وممكن في مربع البحس هنا هكتب الحالة انا بدور عليها. يعني لو مسلا جيت كتبت اه ايه مسلا تطبقات الاكسل لو جيت كتبت ايا كان كتبت مسلا الا كويري. دست اوكي. من الظهر عندي اخترت مسلا تقرير. دي كلها تقارير عندها اهي. بمجرد ما ضغط عليها دست كرييت. بس اهو جاهز عندي. بمجرد انا بس اعدل فيه. اعدل فيه زي ما اعايز. تمام? تمام. اوبن. ولو اخترت بس او براوز. بفتح الملفات اللي موجودة عندي على الجهاز. لو عايز افتح شيء تكسل اللي موجودة عندي على الجهاز. بشوف مكانه فين. واروح اعمل اوبن وهيفتح معي. ده بالنسبة ليه الاوبن. دي اخر ملفات انا فتحتها. اخر ملفات انا فتحتها. طيب لو دست على الفولدر باخر مجلدات انا فتحتها. هنا لو عايز اه لو عندي اه حاجات على الوان درايف. ولو عايز ادخل ايميل وان درايف. وابتدي احط عليه الملفات بتحتي. لو دست برضو على اد برضو ادي ازهر معي الوان درايف. طيب. انفو كنت بعمل منيها زي ما كنت بعمل في الورد اه بوروتيكت دوكومنت هعمل بوروتيكت ووركبوك. وهختار الاختيار التاني هي اسمها انكريبت وز باسورد. طب لو اخترت الاختيار التالت بوروتيكت كارنت شيء. يجب انا عايز اعمل حماية الشيط اللي انا واجف عليه. اللي انا برضو كنت بعملها ان انا بضغط عليها كليك يمين وبختار بوروتيكت شيء. الشيط بس. لكن لو عايز اعمل ليه الملف كله من بره. اختار من انفو. اختار حاسمها بوروتيكت ووركبوك. واختار التشفير بواسطة كلمة المرور. بكتب كلمة المرور بتاعة الملف كله من بره. تمام? تمام. السيف جلنا بتحفظ الملف الاول مرة. بعد التعديل و لو عايز احفظها بصيغة معينة. شايفين هنا ملاحظين? دي الصيغة بتاعة الاة. طيب. اه لو جل اللي احفظ الملف وسكت يكب بنساف. لو احفظ الملف باسم او احفظه بصيغة هختار save as. دي الفرج ما بين الاتنين. تمام? تمام. هي اعتبر قيمة واحد اللي احنا اخدناها في الورد. تمام. اه معاشا هندس انا بس هاخد اه كده لحد الساعة ستة. اه اصل للمغرب ونرجع نكمل تاني يعني. تمام? بريك لحد الساعة ستة. بريك لحد الساعة ستة. تمام? دروب الاساسة كباردو تصلي. انا فااااا. السلام عليكم. اه الناس رجعت? تمام? اه بعتزل على التأخير. اه نرجع نكمل اه ابتلك. تأكسل. انا اه نرجع نكتب. انا انا اكسل. انا 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 عملا انا اج İyi I confess. انا انا اي عملا انا انا اشتغل اتشتغل اكتب. انا اي عملا انا 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 قصد انا كنا في قائمة فايل وجفنا لحد برينت اللي هي الطبعة اللي هي الطبعة تمام هنا نبي يقول لي we didn't find anything to print ما فيش حية عشان اطبعها الشيت فاضي الشيت فاضي ما فيش اي حية طيب لو جيت مثلا اخترت شيت زي ده وروحت على فايل واخترت برينت هذي ظهر معي بس من الظهر معي كله ظهر معي النام والبوزيشن اهو شايفين اللي هو العمود ده اللي هو منغط نغط اللي بعده مش هظهر معي في الطبعة هنتعلم ازاي نطبع كل ده ازاي يجيب كل ده في الطبعة تمام حلو خالص هنا امر الطبعة ده هي عدد النسخ وهنا البرينتر اللي هي اسم الطبعة اللي عندي طيب اول حاجة عندي فيه هاسمها برينت اكتيف شيوت معناه ان انا لو واجف انا عندي كذا شيوت ده اسم الشيام هنا واجف على شيتين لو انا واجف على قادة البيانات لو دست على اكتيف شيت هيطبع معي قاعدة البيانات بس. لو واجف على شيت اتنين. هيطبع معاه في شيت اتنين بس. اكتف شيت يعني الشيت اللي انا واجف عليه. اللي انا شغال عليه. تمام? ده بالنسبة ليه البرينت. طيب. اما الانتر وورك بوك معناه انه هيطبع لكل الشيتات اللي عندي. كل الشيتات اللي عندي هيطبعها. طيب. لو اخترت برينت سيليكشن. يعني انا محدد جزء زي دي. وعايز اطبعه. وادوس على حي اسمها برينت سيليكشن. هيطبع لي الجزء اللي انا محدده بس. هتعلم من زي اظهره هنا في البريفيو في طريقة العرض. احنا اخدها جدام شوية. كليتة زي ما قلنا مرتبة وغير مرتبة يعني معناها ان عايز اطبع مسلا خمس نسخ. كل نسخة عز اطبع من عشر وراجات. في اطبع لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. كده خلص من اول نسخة. يروح على تالي نسخة يعمل نفس اللي هو عمله في اول نسخة. وتالت نسخة هكذا. يطبع لي نسخة نسخة الواحدية. اما لو اخترت انكل ليتد. معناها واحد 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 اتنين 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 تلات 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 تلات. ايه معنى ده? معنى ده انه هو بيتباع لي من اول صفحة عندي او اول شيط عندي يطبع لي منها كم نسخة? خمسة. هكده يدخل على الورجة التانية يطبع منيها خمسة. التالتة خمسة وهكذا. مش مشيلي بالترتيب نسخة نسخة. تمام? تمام. اللي هو الاتجاه. اللي هو لو عايزه رأسي او عمودي. اللاندسكيب لو انا عايزه افقي. ده بالنسبة لاتجاه عرض الصفحة. هادي اللاندسكيب. اللي حصل. معي شوية لحد كلمة موبايل. بس برضو. جيم الظاهر عندي. طيب اه ما ايش نخليينه هنا. وآآ برينت. يالله. انا عشان واجف على مكان بس انا لو عملتوا تحديد ليهم. اهو. كنترول بي. ودي برينت. لاندسكيب زهر معي شوية اخلاي طريقة العرض. انا هتعلم من زي لو انا واجف عبر تريت اظهر كل ده. اظهر كل الشيت اللي معي. تمام? الليتر اللي هو حجم الورج انا ببتل بها. ادي الحجم. لو اخترت المور هنا بديهني طريقة العرض. هنا الحجم الورجة برضه هو. اللي هي الجادة بتاعت الطباعة. هنا هنتعلم برضو ازاي نعمل اللي هي هنعرفها هي حاجة خاصة بالطباعة. هنعرف ايه معاناها لما هندخل لها. اللي هي الهوامش. اهي هوامش الطباعة اللي عندي. لو عايز اعمل هدر او فطر في الاسل. والشيت برضو هنتعلم. دي حاجة برضو انا لازم لما اجي اعمل طباعة استعمل اللي هو الشيت ده. واستعمل البيج. هنتعلم ازاي نعملهم مع بعض. تمام? المرجنس اللي ادي هواامش الجهزة. او دست custom margins. اهي ادي الفت. التوب. الهدر والفطر وال right وال bottom. ازود زي ما انا عايز. دي خاصة بيه اللي وجده النفسه. لو option. اختصارات الطباعة دي كلها برضو ظهرت عندي حاجات تانية اه. تمام? اه حلو خاص. الفت من اسمها فتشيت اه وان بيج. معناه انا لو عايز اضغط كل الشيتات اللي عندي في صفحة واحدة بس. وانا عايز اعمل اضغط كل الاعمدة في صفحة واحدة. اللي هو الفت اول كولوم. طب لو عايز اضغط كل الصفوف في صفحة واحدة اختارها من هنا. دي خاصة بيه طبعا. الشير لو عايز اعمل مشاركة للملف ديه مع اشخاص او عن طريق الميل او عن طريق ان انا بابعت رسالة. اكس بورت برضو لو عايز احوظه بصيغة الفيدي اف. البابلش لو انا عايز اعمله تصدير او نشرف الباور بي. احنا قلنا هناخد الباور بي ان شاء الله بعد الاكسل. هناخد الباور بي بعد الاكسل. عشان اتنين مرتبطين ببعض. هنعرف ازاي اصدره ليه الباور بي. الكلوز هكفل الصفحة اللي هنشغال عليها. بعد كده الاكاونت. هنا الاوفيس تين بختار اللون بتاع النظام اهو. اللون. صين ان لو عايز اه ادخل عن طريق ايميل مايكروسوفت. هنا الاصدار بتاع النسخة اللي عندي اهو. مايكروسوفت آآ اوفيس بروفيشنال بلس الفين وستاشر. وهنا البرامج اللي نازلة معي مع النسخة. وهنا ابقوا تكسل لو عايز صرح عن الاكسل او بيعمل ايه والكلام داي او برضو بيدينا الاصدار بتاعها هي الفين وستاشر. وكزا. طيب برضو زي ما قلنا انا ببعت لمايكروسوفت آآ الخلفية بتاعتي عن البرنامج انا حبيته ولا انا شايفو انا محب بهوش ولا. او لو عايز اخترعها عليه اختراحات. باختراح hoffat. I have a solution. option اللي هي الاعدادات. طيب. بالنسبة pw font. معنى انا لما اجي افتح على طول شايفين الفونت ده منفوق. انا لما اجي افتح معي شيء الاخسل اللي يظهر اللي هنا فونت اساسي. ممكن احدده من فين من فايل. واختار هنا نوع الفونت اللي انا عايزه يزهر معي تلقاي على طوله المفتح على جيه موجود بدل اللي هو ده. اختر اي فونت فيهم. طب الحجم بيكون عندي حضار شرح. لو انا عايز لما افتح يديني حجم مسلا عشرين او الكلام ده واسبته. اكتب هنا الحجم اللي انا عايزه. بعد ما بدوس اوكيب لازم اكفل البرنامج واشغله تاني. اكفل واشغله تاني. تمام? اه هنا الوزر نيم اسم المستخدم. اه هنا الوفي السيم اللي هو لون النظام. الفرمولة اللي هو المعادلات. دي المعادلات. هنتعلمها لما هي ناخد المعادلات اللي عندي. سيف ادي هنا مدة الحفز التلقاي. هنا مكان الحفز التلقاي من او تو ريكوفر. اما من الدفلت لوكال فال لوكيشن اللي هو مكان حفز الملف في الاصل. هنا بيديني ملفات اللي انا فتحها. دي ملفات اللي انا فتحها. اللي هنقولش اللي هي لغة البرنامج زي ما قلنا بخلي الاتنين نفس اللغة. وادوس على حاجة اسمها عشان اعمل لها حاجة اسمها تعيين كافتراضي. وخلي هنا نفس اللغة برض. بس لازم اللي اتنين اعمل لهم تعريف على الجهاز. ادبانسد. ادبانسد. هنا الريزوليوشن اللي هي الدقة بتاعت الطباعة الدقة. تمام? هنا اه في حاجة اسمها الكارنت اه وورك بوك اللي هو اه الشيط اللي انا واجف عليه حاليا. اه اه بعد كده بالنسبة لو اجينا هنا مثلا نزلنا الاخر الشيط. الشيط الى ما لا نهاية معي مكمل شايفين? الى ما لا نهاية معي. يعني ممكن نوصل لمليئين. اهو. ما منزل برضو لعدد بيكمل شايفين? اهو. انا وصل حاليا لحد كام? اهو. دي كلها صفوف. دي كلها صفوف اهي. بعد ده. تمام? فايل. انا بيقول لي خمسين ايه معنى خمسين? معناها ان انا هو بيديني السماحية اللي هي الملفات الاخيرة انا فتحتها كورك بوك اللي هو اه كشيط اكسل اه كامل اه خمسين. تمام? هنا من الديفولت اه ديريكشن اللي احنا كنا بنختاره ازاي عن طريق. البيج لقوت واختار اللي هو شيط رايت تو ليفت. طيب. هنا اه 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 اللي هو اللون بتاع اللي هو الحدود. يعني بتاع اللي هو الشبكة البانية. دست اوكي. شايفين اللون نفسه اتغير. شايفين اللون اتغير. من فايل. اوبشن. ادبانسد. وهاختار من فين قلنا? احنا قلنا من هنا. الجريد لاين كولر. اختار الوتوماتيك ودست اوكي. فارجي حدو اللون الطبيعي بتاعه. هادي اوبشن. طيب. مش. انا كده خلصت بس هنتعلم ازاي اعمل قائمة من الاسماء في الادبانسد. هاختارها اسمها اديت كاستم لست. تمام? وجد كتبت قائمة بالاسماء مسلا محمد. اختارت مسلا احمد. اتبع تحتيها دوس انتر واكتب الاسم التاني. مصطفى. مريم. مروة. عبدالله. دست على اد. فكذا اضفها لي عندي في الكاستم لست. وادوس على اوكي. وادوس اوكي تاني. فهجي هنا اكتب اسم محمد مسلا. محمد. هتلاقوا فيه زي مربع باللون الاخضر ناحية اليمين اول ياسم. طرع الحسب ما موجود عندك. صغير خالص كده. اول ما اروح عليه هتظهر معي علامة البلاص. فلما اجي اسحب لتحت كده اهو. فكده ادي الاسماء اللي انا كاتبها. محمد احمد مصطفى مريم مروة عبدالله. رجع تاني كمال لمحمد احمد مصطفى وهكذا. دي القائمة اللي انا عندي. دي لو عاز اضيف قائمة. في القائمة. اشيلها ازاي القائمة دي برضو من option. اختار حاج اسمها ال edit custom list. ادي القائمة وادوس على حاج اسمها delete. اوكي. وادوس اوكي. طيب. ايه تاني ممكن ناخدها في القائمة دي. اه هكتفي بها كده. ال custom ribbon اللي اشاريته القوام لو عاز اضيف قائمة فيهم او اخفي قائمة لو عاز اضيفه اضغط عليه وادوس اوكي. فلا جيت ضاف معي او. ايه. تمام. تمام. ايه بحسن لو عاز اضيف حاجة شريطة الوصول السريع اضغط عليها وادوس على حاج اسمها اد. لو عاز اشيلها اضغط عليها وادوس remove. كده انا شلتها. كده انا شلتها. ده بالنسبة الاول قائمة عندي اللي هي قائمة فايل. حل. انا جيت وقفت هنا عندي اسم. هي سؤال تسأل لي اللي هو ازاي اغير مكان الحفز التلقائي? لان هنا مفيش علامة اللي هي المجلد. بروح مسلا اشوف انا المكان اللي عاز احفظ فيه. اشوف المكان اللي انا عاز احفظ فيه. يعني مسلا عاز احفظه هنا. عاز احفظه. هاخد الاسم ده اللي فوق. اختارها اسمها الكابي ادرس. واروح على الاكسل. ومن فايل. اوبشن. وسيف. وشيل ده. وادوس كنترول بي. فكده انا وحددت له مكان الحفز. ده الطريقة اللي انا ممكن اعمل بها الحفز التلقائي. طيب. انا واجف على اسم دي وعاز اعمل له كوبي. كنترول سي اما اختار من هنا حاج اسمها كوبي. وجفت هنا وعاز اعمل له كده ايه? عمال لي نسخ للاسم. طيب. عايز اعمل له قص من كت. واروح في اي مكان وادوس على بيست. فاشلهولي من المكان اللي هو كان في اهو. طيب. انا مسلا عامل تنسيق. هنا عايز انسخ التنسيق لأي اسم من رسمها التاني. تمام. اه اضغط عليها ودس ارحال اسمها في فورمات بنتر نسخ التنسيق. واروح. شايفين زهرت معي زي علامة الفرشة واروح اضغط على الحاج اللي عايز اعمل له نسخة تنسيق. فعمل لي نفس التنسيق اللي كان عندي. طيب. اه الفونت اللي هي خاصة بالخط زي ما قلنا ادي نوع الخط اللي انا عايزه. دي انواع كتيرة بالخطوط. دي انواع خطوط كتيرة اهي. وجلنا ابجد دي خاصة بالخطوط العربية. تمام? دي انواع الخطوط اللي عندي. حجم الخط بختاره من هنا اهو. دي احجام للخطوط. تمام? ده خاص بحجم الخط. برضو الاي هنا الاي وعليها سامة طريقة الفوق الاي التانية. بيكبر ويصغر في حجم الخط. البي لو عايز اعمل او تطخيم للخط اهو. الاي لو عايز اميله. اليو لو عايز اعمل خط تحت الكلمة. دي كلها ادي لو عايز اعمل خطين تحت الكلامة اهو برضو. ياما اختار حاج اسمها الاندر لاين ياما الضابل اندر لاين. انا خلص مش عايزه. طيب. ما هو بالنسبة لطباعة الشيط في صفحة واحدة هي في محاضرة كاملة خاصة بالطباعة. الطباعة امرها في الاكسل هي هي مش صعبة ومش سهلة. اه انا كده كده هشرحها تاني. لان هي ان انا هستعمل فيها تاب بيج لي اوت. البيج لي اوت. هنشرح فيها بالتفصيل الممل ازاي اطبع الشيط بالكامل. زي ما قلنا مسلا جيت حددت اهو الشيط. فكده نظاهر معي الشيط كله. غيرت اتجاه بس اه 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 بتاع الصفحة خليت اورينتيشن. ظهر معي باج الشيط بس ورده فيه حاجات ما ظهرتش. احنا هنتعلم ازاي نظهر كل حاجة خاصة في الشيط. يعني كل حاجة نعازة تبعها ازاي هعملها في الشيط. تمام? كده كده هتشرح بالتفصيل الممل. تمام? تمام. اه انا مسا ناجف على الخلية دي عايز اعمل لها لون هاختار حاجة اسمها اللي هو اللون التعبئة. اهو. شايفين? دي كلها الوان التعبئة للخلية. طيب لون الخط من الايه? الفونت color. اختار منها لون الخط. دي لون الخط. هتلاقوا على فكرة الاوامل المتشابهة مع الورد الاوامل البدايين. طب انا جيت مسلا فتحت التشيط تاني. رحت كتبتي فيه. النام. ما هو الاسم. او اخترت مسلا الا اي دي. وهنا النام. او اخترت هنا مسلا. اخترت البوزيشن. تمام? الاي دي خلده مسلا واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ايا كان الاسم اللي انا سميه مسلا. احمد. احمد. مريم. ماروة مسال. وآآ عالية. ايا كان البوزيشن اللي انا هختاره. اكتب مسلا مانيجر. هنا مسلا انجينير. هنا اللي هو الافيسر. هنا الوركر. وهنا اختار. بي ار. حلو? فانا لما اجي اطبع الجزء ده. لما اجي اطبعه. كنترول بي. فكده طبحوا لي بس مش موجود في جدول. ازاي احمل له جدول? هروح على حاجة اسمها البوتين بوردر. اختار حاجة اسمها الاول بوردر. اللي حصل. حطهم له كلهم داخل جدول. لان انا اصلا في الطباعة اللي هي الشبكة البيانية اللي عندي مش هتظهر معي. تمام? تمام? ورحت علشان اطبع. هاجي اعمل قولي داخل تيبر. طيب. تمام. النص هنا شايفوا ان هو مش موجود في المنتصف. اخلي ازاي? اخلي المحاذة هنا الاتنين في في المنتصف. اخلي الاتنين تحت بعض. علشان يقبل في المنتصف. هنا لو اخترت حاجة اسمها التوب. بس ناحية اليسار. هنا التوب في المنتصف. هنا التوب مسلا في ناحية اليمين. هنا ناحية هنا المنتصف هنا اليسار. طيب هنا خاصة بايه? معلش هنا لو عايز الكلمة نفسها اخليها في الاعلى. اخلي الكلمة في المنتصف الخلية. اخلي الكلمة اسفل الخلية. انا اختار الاتنين في المنتصف علشان يظهروا يظهروا معايا كأنهم موجودين في المنتصف الخلية. اهو. طيب. دي اللي هي المسافات البادئة. ناخدها بالتفصيل هنا في اللي هي اه او لو جيت دست عليها. شايفين اللي بيحصل دي المسافات البادئة. خاصة بالمحازات. طيب المنصوص نفسها دي حاجة اسمها الوريانتيشن اتجاه النص. شايفين? ده شكل اتجاه النص اللي عنده اهو. اهو. دي كلها اشكال اللي النص اللي لسه يا هندسة اه عشان اعمل قائمة المنصدلة في الاكسل اه في معادلة معينة استخدمها اسمها البي اه لك اب. لسه على ما يجي ناخد بسرح معادلات. ان شاء الله هتعلم ازاي نعمل قائمة المنصدلة يعني. تمام? اه احنا قلنا المعادلات لوحديها هتاخد محاضرتين او التلاتة كاملين معايا. هنتعلمها ازاي نعملها ان شاء الله في الا دي Dilha اسمها البي لوك اب. دل اسمها البي لوك اب. وستعمل حد اسمها ال الديша التعلم ازاي ناخدها ان شاء الله بعد ما نخلص جزء الشرح بتاعها. هن الاتجاه بتاع الكتابة زي ما قلنا الفت تو ريت ولا رايت تو لي وهدي دي خاص باتجاه الكتابة نفسها لو بكتب انجليزها خليها ازاي ولو بكتب عرب يعملها ازاي? طيب انا واجف هنا. ودست على انا كمسال مسلا بكتك كلمة رحت كتبت مسلا فإن اللي حصل? هلاجي الاسم بجي راح على الخلية اللي بعدها. ازاي خليها كلها في نفس الخلية? اخترح اسمها خليها لي الخلية نفسها بدلة صغيرة بيكبرها لي. يعني بيعمل التفاف للنص. شايفين اللي بيحصل? اهو. خليها لي كلها في نفس الخلية. طيب. ممكن عن طريق وسيلة تانية. ان انا مسلا بجف عند نهاية العمود واقعد اسحب شوية. اهو. كبر الخلية معي. وبزي كبر الخلية ان انا بجف فيه. نهاية الصف. نهاية العمود من فوق. وكبر اهو. طب لو عايز اكبر الصف نهاية الرقم من تحت. وروح اكبر اهو. حلو كده? تمام. اعمل دمج. عايز اعمل دمج اللي تنقل ليه التلاتة دول. اخضرها اسمها الميرج اند سنتر. دمج هم لايه كلهم في خلية واحدة. عمل اعمل دمج اللي هم كلهم في خلية واحدة. تمام. حلو خلص. طيب اه ماشي. نكمل النمبر. النمبر دي معناه انا واقف هنا مسلا. وروحت كتبت مسلا رقم معين ايا كان الرقم دي. وروحت من النمبر هنا اخترت حاجة اسمها الشورت ديت. فعمل الرقم دي كشكل شورت ديت اللي هو تاريخ قصير. لو اخترت لونج ديت. عملهو الكتابة. اليوم. الشهر. تاريخ اليوم والسنة. طيب. لو اخترت خليها لي كعملة اهي. طيب لو اخترت مسلا اه طيم خليها لك وقت عندي اهو. وقت. اللي هو اه ساعة والدجيجة وسنية. طيب لو اخترت مسلا بير اللي هي النسبة المقاوية. اخترت مسلا اللي هي لو عايز اعمل كسر. اه الاي بي سي لو عايزه كنص كتيكس يعني لما جاء الرقم اهو. فالصفر ظاهر. طيب لو جيت هنا كتبت مسلا رقم زي ده. انا فكرة الرقم دي ارقم انا يعني. فعشان محدش يقول بكتب رقم تلفل لحد. فالتنين دور ارقم الخاصة بي انا. هنا السفر من الظهر. السفر هنمبر اخليه حاجة اسمها تيكست. نص. وروح اكتب مسلا اللي رقم اللي انا عايزه. اللي حصل سب لي السفر زي ما هو. يقول بدل ما اخليها نمبر اخلي لخليه حاجة اسمها تيكست. حلو. طيب. لو دست على العلامة عشرية هنا. لا انا مش عايزها. دي العملات. اه برضو دي هنعرف ايه هي اصلا من اختارها اسمها المور نمبر فورمات. اه جنرال النمبر بقى. اللي هي انا عايز اخلي مسلا اه كام رقم عشري بعد العلامة. يعني كمسال انا عندي رقم زي ده. وجفت عليها وروحت على المور نمبر فورمات. ومن النمبر اختار اختار مسلا واحد. ادوس اكيه. فخلى لي رقم واحد بس بعد العلامة العشرية. هنتعلم ازاي نعملها برضو عن طريق دلة اسمها الراوند. دلة اسمها الراوند. طب لو دست يوز الف سبريتور اللي هو السفرين بتوع الالف. يعني انا كاتب مية. وروحت على المور نمبر فورمات. اختارت النمبر. وعلمت علامة صح على يوز الف سبريتور. فعمل لي سفرين بعد العلامة اللي هو مية جنيه. ده الاصد منها. طيب. دي تاني مسلا ده كورانسي. من السيمبل هنا دي كلها عملات عندي. الديت اللي هو التاريخ لو عايز اضيف تاريخ اليوم من الديت. اما الوقت. اهو. لو اخترت دي مسلا دست وكيف. بس اكتب بجا الوقت اللي انا عايزه. اكتب هنا مسلا الموعيد بتاعة الوقت. طيب. اه برسنت زي ما قلنا النسبة المقوية. اهو هنا اللي هو اهو زي عمل الكسر. اخترته مثلا اهو. واجه اكتب مسلا اتناشر على عشرين. اعمل هو الكسر. هنا اللي هو النص زي ما قلنا اهو دي خاصة بالكود. والكسر. دي بالنسبة ليه. دي بالنسبة ليه جزء الفورمات. بعد كده دي خاصة بمعنى. انا وجفت عجيز والدية. وعلشان استعمل حاجة اسمها اه ايه معنى كونديشنال فورماتنج اللي هي التنسيقات الشرطية. تنسيق شرطي. لازم احدد الاول. ما ينفعش اروح. تمام? واختار اي حاجة فيهم. وايا كان الرقم اللي هكتبه مسلا. ودوس اوكي. هلاجب يتطبق معي الحاجات انا مش مختار انا واجف على فكرة هنا على الخلية. تمام? لكن لو مش واجف لو مش واجف على مكان مش هيعمل معي. يعني مسلا انا ممكن اوضيف هنا. هدي ارقام انا مضيفها. اه. اتحددت الارقام دي. وروحت احايا اسمها كونديشنال فورماتنج. اخترت اول اختار عندي اسمها اسمه هايلايت سيلز رولز اللي هو تسليط الضوء. انا عايز اعمل تسليل حوالين الخلية. اختار اول حاجة عندي اسمها اكبر من. انا عايز اعمل تسليل الخلية على الحياة اللي هي اكبر من كم? بكتبه هنا الرقم مسلا. عايز اقول اللي هي اكبر من ستين. فعمل لي تسليل على الحياة اللي هي اكبر من ستين. الوز بغير اللون اهو. ده اللون. طب الالوان دي مش عايش باني عايز اختار اللون تاني. اختارها اسمها الكاستم فورمات. ومن الكاستم فورمات اختارها اسمها فيل. اللي هو لون التعبئة واختار لون التعبئة اللي انا عايزه وادوس على اوكي. وادوس اوكي. ايه اللي حصل? عملي تسليل على الرقم اللي هي اكبر من ستين. حددهم تاني. من كونديشنال فورماتينج. اللي زان اقل من. عايزها مسلا اقل من كام. اقل من ستين. او اقل مسلا. مسلا هخلي لون جرين. هو اقدر. ادوس اوكي. طيب هحدده تاني. من هايلايت لو اخترت بتوين. بتوين اللي هو ما بين. ما بين كزا? او ما بين عشرين. خليها ما بين تلاتين وخمسين. عايزها باللون الاصفر. وادوس اوكي. فعمل لي تزليع على الرقم اللي هي ما بين تلاتين وخمسين. طيب. لو اخترت اكوال اللي هي تساوي. تساوي السبعة وخمسين. طيب. لو اخترت تيكست. بحدد مسلا النص. المصوص. واروها على الكونديشنال. واختارها اسمها التيكست. معنى انا عايز اعمل تزليل على مسلا على. عولة. اشرف. واختار اللون برضو اللي انا عايزه. وادوس اوكي. بس. طيب. بيت زلالت تاني اهو. اهو. لو دست على دي خاصة بالتاريخ. لو عايز اعمل تصليل حاولين تاريخ. طيب. لو انا لو عندي قيم متكررة يعني قيم تكررت عندي. يعني كمثال انا عندي هنا. اتناشر 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 اتناشر. دي تحددت عليهم. وروحت على فهو كده ايه? عمل لي تصليل على الرقام اللي تكررها. الارقام تكررها عندي. طيب. التوب باجا والبوتم. التوب عشر ايتم معناه اكبر عشر ارقام عندي. او اكبر عشر خلايا. هنا البوتم اقل عشر خلايا. هنا لو عايز اخليه فوق المتوسط. اللي هو انا لو عملت المتوسط انا عادل ارقام اللي فوقيها. طيب لو عادل ارقام تحتها اختار. طب عشرة في المية. اللي هو ايه? الخلية نفسها اللي هو كلمة عشرة في المية. النسبة بتاعتها تكون عشرة في المية. من الناتج الكل. طيب لو اخترت شايفين اللي بحصل بيديني شايفين اللي هي النجط اللي هي اه حوالين الخلايا دي النجط اللي هي نجط لاجوها ايه? نجط متقطعة جانب بعض ازاي? اخليها كلها كانها اا واحدة ادوس دي. قدي خلتها كانها واحدة. طيب. اه. طب لو انا جيت هنا حددت دول او كميسال حددت دول اهو. واخترت حاجة اسمها داتا بار. زي ما قلنا اي ادي كلها شكلة المختلفة. برضو دي الوان عندي كتير اهو مختلفة. الايكون بقى لو عايز احط ايكون حوالين الحاجة اللي انا محددة. اهي. لو اخترت الايكون بتاعت الانترنت. اهي. دي كلها اشكال مختلفة. فرمات دي لو عايز اعمل القيمة عشرة في المية او عشرة على من عشرة. كمان. اللي هي خاصة بالرولز اللي عندي. اه لو عايز اشيلها اصلا. انا عملت اه حاجة وعايز ارجع التنسيق من الكلير رولز. طيب لو دست على منج رولز. لو انا عايز اتحكم في الرولز اللي عندي. وهنا اختار نيوم. اوز اعمل حاجة دي ده. هنا لو عندي رول وعايز اعملها ادت. هنا هنا لو عايز اعمل لها لو عايز احذفها. تماما. صوت وصل لناس كويس. صوت وصل لناس كويس. صوت وصل لناس كويس. تماما. ماشي. اه نكمل. نكمل. ماشي. طيب. انا باجف هنا مسلا على الصف ده. على العمود ده يا قصدي. وعايز ادرج عمود تاني. من انسيرت. واختارها اسمها انسيرت شيت كلهم. ادي ادرج لي عمود. طيب لو عايز مسلا لو دست انسيرت شيت. هيدرج لي شيت تاني من تحت اهو. انا مش عايز ادرج شيت. احذفه. طيب لو انا واجف هنا. ازاي بحدد الخلية كلها العمود كله قصدي او الصف كله بضغط على الاسم من برا. الاسم العمود اف بضغط عليه من برا. لو عايز احدد الصف رقم اتنين بضغط على رقم اتنين فاحددهول كله. تمام? اه ده لو عايز ادرج صف وشي. طيب انا واجف هنا مسلا انا عايز ادرج عمود. انسيرت اختار انسيرت شيت رو. ادرج لي عمود. ادرج لي. لو انسيرت خلايا. ادي ادرج لي خلية. دي بالنسبة لعواز اعمل ادرج. طب انا واجف هنا مسلا اعز احذفه. اعلم عليه وادوس على حاجة اسمها احذف الصف. كده احذفه لي. طيب لو واجف على اي واحد فيه ومعايز احذف العمود. من اختار كلهم. كده انا حذفت العمود. كده انا حذفت العمود. طيب. احنا في حاجة هنا ما اخدناهاش اللي هو الفورمات انا حذفت العمود. طيب. 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 اه ماشي. الصوت شغال يا شباب اهو. انا بس وقفته لحظات. تمام? اه كنا بنقول ايه? انا جيد حددت مسلا على الجدول ده كله عايز غير التنسيق بتاعه من حي اسمه فورمات دي كلها تنسيقات مختلفة للجدول. اخترت مسلا حي زي كده. هدوس على اوكي. تمام? اول ما دوس على السام اللي هو جنب الاسم هلاقي من تحت ظهر معي كل الاسماء. ظهر معي كل الاسماء اهي. عايز اشيل اسمي فيهم اشيل علامة الصح ودوس على اوكي انا هشيل مين حازم? فين حازم? اهو من قبل الاخير. دست اوكي. ايه اللي حصل? شلي اسم حازم من الجدول اللي عندي. عالبوزيشن. عايز اشيل بتاع جرافيك ديزاين. دست اوكي. فكده اشلي الصف كله بتاعه. تمام? حلو خالص. ادبارت منت نفس الحكاية اهو. عادة اشيل جزء بتاع الميديا اشيل علامة الصح وادوس على اوكي. فكده شلهولي بالصف بتاعه. شلهولي بالصف بتاعه. تمام. آآ بعد كده السيل ستايلز السيل ستايلز دي خاصة بالخلية. يعني اواجف اهي. دي كلها ستايلات خاصة بالخلية. تمام? تمام. حلو خالص. انا اواجف مسلا هنا. احنا قلنا خلاص اخدنا الكونديشنال والفورمات دي خاصة بيه التابل. والسلسل خاصة بيه الخلية والانسيرت الادراج والديليت اللي هو لو عايز احذر. فورمات لو اخترت اسمها الاوتوفيت روهايت. هنا بالنسبة له الروق آآ هايت اللي هو ارتفاع الصف. اما هنا اللي هو عرض العمود. لو دست على الروهايت هنا بكتب ارتفاع الصف اللي انا عايز. اما لو اخترت الاوتوفيت فهو بيعمل لي اه الارتفاع بتاع الصف اللي هو ارتفاع المناسب بتاعه. او الارتفاع العادي بتاعنا اللي هو في كل خلية احنا موكفين عليها. هنا برضو اللي هو عرض العمود. هنا برضو لو عايز اعمل الاوتوفيت للكولوم. هنا ادوس عليها. هنا لو عايز اعمل اكتب عرض العمود. طيب لو عايز اخفي صف اخفي عمود اخفي الشيت. ولو عايز اعمل ارينين برضو لو عايز اعيدي التسمية بتاعة الشيت. الموف اركبي لو عايز انقله. التاب كرار خاصة باللون بتاع الشيت. والبروتكت الشيت لو عايز اعمل اعمل حماية للشيت. اما الفورمات سيل دي خاصة به اللي هو النمبر اللي احنا شرحناه. تمام? لو اخترت بروتكت الشيت بيعمل حماية للشيت لو لوك سيل. تمام? فدي قائمة فورمات. طيب. الاوتو كسطم دي فيها الدوال. انا هسيبها دلوقتي عشان هشرحها في الدوال. هاي بيه في محاضرة كاملة خاصة به الدوال. تمام? طيب. هنا فيها اسمها الفل تعبئة. يعني انا واجف على اسم محمود علي هنا. عايز اعمل له تعبئة. عايز احط اسم احمد آآ سالم في الخلية دي بتاعة محمود علي. تمام? من غير ما اعمل كوبي وبعد كده بيست والكلام دي اروح على فل. اختار داون. معنى داون انه هو هيجيب لي الحاجة. اللي هي من فوق. هو اصلا موجود في الدون اللي هو الاسفل. طيب لو اخترت مثلا الاب. جاب لي. ولا. ولا اشرف. طيب لو اختارت مثلا في الفل اختارت الليفت. جاب لي اللي هو ناحية اليسار. التيمليدر. آآ طيب. دي خاصة بالانتقالات. يعني انا واجف على خالد محسن. مكان خالد محسن فين? مكانه اصلا هو اه لو دست داون هيجيب لي الحاجة اللي اسفل هو اصلا واجف فين? اسفل مين? هو واجف اسفل محمد احمد. رب معنى كده ان هو هيجيب لي اسم محمد احمد. اهو. تمام? طيب لو اخترت اب. هيجيب لي الحاجة اللي تحته. طيب لو اختارت مسلا آآ الحاجة اللي هي ناحية اليسار اللي هو البروغرام مانيجر. تمام? الكلير اللي هو لو عايز اعمل يعني احزف كل التنصيقات اللي اختلتها اختار كلير اول. تمام? فعمل تحديد لي واختار كلير اول. وكده رجعه لي زي ما كان في الاول. طيب لو اخترت كلير فورمات. تمام? فورمات الخاصة بالكتابة يعني هو الجدول نفسه هو هو بس رجع لي التنصيقات زي ما كانت في الاول. من غير ما عليها اي حاجة. اما الاول معناه ان هو يا رجعه لي فاضي. اما المحتوى. المحتوى نفسه اعمل له اشيله. اهو كده انا شلت المحتوى. تمام? طيب اه بالنسبة ليه الكومنت اللي هو لو عاز اعمل لو عامل تعليقات عاز اشيلها. تمام? آآ هنا مسلا لو في هايبر لينك عندي ممكن اشيله ازاي? وهذه كل الحكاية. اشتركوا في القناة تمام? آآ نكمل. بعد كده عندي حاجة اسمها السورت اند فلتر. اللي هو بعمل حاجة اسمها ترتيب. لو عاز اعمل ترتيب من ايت وزت او الزت للايه. وفلتر لو عاز اعمل فلترة. هنعرف يعني فلترة. طب انا جيت حددت مسلا. تيبل ده كله. وروحت على السورت اند فلتر واختارت الايت وزت. رتب لي الاسماء من الايت وزت اهي. خلالي محمد في الاخر اهو. وعلق واستامر في الاخر. طيب حدد لازم احدد الاول. اي حاجة بعملها في الاكسل اللي لازم احدد. لو الزت تو ايه? رتب هولي من الزت للايه? اهو. حروف. طيب لو اخترت كاسطن سورت. هنا اه انا عايز اعمله ترتيب بواسطة الاسم ولا بواسطة ولا 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 ايه بالزبط. اه انت عايز تعمله السورت يعني ايه? القيمة بواسطة القيمة. واللون بتاع الخلية واللون الخط ولا بحاجة اسمها هنا باجعزها من الايت وزت ولا من زت للايه? فهنا نفصلها لي اكتر. تمام? طيب. لو دست على دي خاصة لو دست على انا واجف هنا مسلا وروحت ودست على فلتر اللي حصر. ظهر معي اللي هو السهم ده. بمجرد ما دعطي عليه هيظهر معي كل الاسماء اللي موجودة عندي في العمود دي. يقبل لنا عامله ده اسمه فلترة. تاني. انا مش واقف على اي حاجة وروحت على الفلتر. اللي ظهر معي. ظهر معي الاسهم اللي هي الصغيرة دي. بمجرد ما هدوس عليها اعمل فلترة يعني انا عايز مسلا اشيل اشيل محمود علي واشيل خالد عثمان واشيل حازم واشيل احمد سالم واحد دست اوكي. شال الاربع اسماء شالهم لي وخلي الاسماء اللي انا بس امعلم عليهم علامة صح. نفس الحكاية انا في البوزيشن. هنا اللي قعاز ابحث على اسمي مسلا زي محمد رمضان. بس لازم اعمل ايه? بس في حاجة اسمها في حاجة اسمها انا حاليا انا حاليا ما اجف على ايه اصلا. واجف على فمش هيبحث معي لو وجفت على النام وروح تكذبت هنا محمد رمضان. بقدي بحس لي على محمد رمضان. طيب انا خلصت انا عايز اشيل الفلترة هدوس على وكده هشلي. هنفروض ايه? حدد اول معمل الفلترة. هده هجي كلمة كرهية برضو مززهرة معايا طيب اظهر ازاي انا واجف هنا اهو. برضو مززهرة معايا طيب هو وجفت على دي. مش هتظهر معايا. يوجد بقى اشيلها ازاي? بشيلها عن طريق ان انا بروح على علاج اه عامل زي تظليل كده بسيط حوالين كلمة فلتر هدوس عليها تاني. فكده شلي الفلترة اللي انا عملها. هو كده شلي الفلترة اللي انا عملها. حلو كده? حلو. هناخدها برضو تاني في قائمة وحاجة اسمها البيوت تيبل. البيوت تيبل والبيوت شارت. هناخدهم بالتفصيل تاني. طيب. الفايند والسليك. اند لو عايز ابحس على كلمة. يعني هبحس على محمد. دست فايند نيكست. وراح لي على الخليل اللي هي فيها محمد. لو دست على اهو عايز السبد المحمد بقى محمد. لو دست كده استبدالي محمد. بدل ما هو محمد رمضان خليها لي محمد احمد. حلو كده? حلو. طيب. برضو هنا اهو. هو اسم محمد مين? هو اسم محمد رمضان. طيب انا عايز استبدالها باحمد. دست ريبليس. وقال لي هو انت اصلا مفيش اسم احمد. فلا انا هخلي. ادي محمد موجود عندي. هستبدله باحمد. لو اخترت اللي هو فايه اللي حصل? مشل محمد وخلهولي احمد. مشل كل محمد خلهولي. يعني انا سأعمل ريبليس لمحمد. فاول اسم هيجاب له اسم محمد هيعمل له ريبليس. اما لو اخترت ريبليس اول بيعمل لي استبدال لكل الاسماء اللي موجودة في الشيط خاصة به محمد. تمام? تمام. جوتو دي احنا تعلمناها لو انا عامل مسلا حيث اسمها ريفرنس. او عامل زي بوك مارك. تمام? او كمثال انا اخترت جوتو. كتبت الريفرنس مسلا او اخترت سبيشيل. اخترت مسلا اختار اي حاجة لأ خلينا زي ما احنا كده اوكي. فانا وقف على الخرية دي. فرميلة لو انا عامل معدلات عازها راح لها. بس انا ما عنديش معدلات. فانا اخترت وجوتو. انا كتبت مسلا محمد ودست اوكي. بيقول ايه? وهي دي خاصة بالمعادلات. برضو هنرجع لها تاني لما دي نعمل معدلات. ادي الفرمولة هي المعادلات. تمام? والكونديشنال فورماتينج. بيروح لي على الاماكن اللي انا عامل فيها كونديشنال فورماتينج. هنا بيروح لي لو عامل تعليق. والداتا لو عامل هروح ليها برضو. طب لو دست ادي انا واجف هنا وعملت على سيليكت اوبجيكت. هلا يجي كل الحيط اللي معي اختفت. لو اخترت سيليكشن بين. لو علمت على علامة العين دي. فهو هيخفي لي التكست بوكس رقم واحد اللي عندي. زي اللي كنا بنعملها في الورد على الصور. على الصور. طيب. اخر حية ممكن اخدها النهاردة بس برضو هرجع لها تاني عشان الناس سيكون فاكرة اللي هو امر الطباعة. عشان برضو في ناس بتواجه مشاكل كتيرة في امر الطباعة فحلها ازاي? اول خطوة بعملها بعمل تحديد للتيبل اللي عايز عمل له طباعة. باول حية بعمل اللي هو تحديد. بختار حاجة من بيج لقاوت اسمها البرينت اريا. وبعد كده بختار اول اختيار عندي اسمه سيت برينت اريا. حلو كده. اول ما روح على الطباعة هلاجيه برضو مش الظاهر معي كله. اظهره ازاي. شايفين علامة الاكس اللي هي من تحت دي هاضغط عليها. ومن بيج هاختارها اسمها الفيت تو. معناها ان انا عايز اطبع كل ده في صفحة واحدة. هكتب رقم واحد. تماما. هدوس على اوكي. وهروح على الطباعة. في ايه اللي حصل? ظهر معي كل اللي انا محدده. ظهر معي في ورجة الطباعة. اول حية بحدد. بعد كده من برينت اريا. اختار سيت برينت اريا. بعد كده بروح على علامة الاكس دي واختار فيت تو. واكتب هنا رقم واحد. معنا انا عايز اطبع كل اللي انا محدده في صفحة واحدة. طيب. الشيت بجة. انا لما اجي بعد كده بكمل اسمها مسلا بوصل لعشرين او تلاتين. في ورج الطباعة مسلا وجف عند الاسم رقم كام? وجف معي عند الاسم رقم عشرين. فلما بيجي بيكمل بيكمل واحدة وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين. بس الصف الاولاني مش بيكمل معي في الصفحة التانية. بيكمل عادي الارقام بتاعته. لكن الصف نفسه اللي هو فيه النام والبوزيشن والدبارة منتو وكزا مش هلاقيه. طب ازاي سبته? في كل الصفحات. احدد. واختارها اسمها هيت. هنا بيقول لي معناها الصف اللي انا عز اعمله تكرار في الاعلى. احدد عليها واروح احدد على الصف. قلنا ازاي حدد الصف كله? هدغط على الرقم بتاعه. اهي. ده اللي حصل معي. وادوس على اوكي. لما بعد كده اجرب اطبع هلاقي ان الصف الاولاني طبع معايا في كل الصفحات اللي عندي. طيب. لما اجي انزل لتحت. لما اجي انزل لتحت. هلاقي اللي هو الصف الاولاني اختفى. اللي هو النام والبوزيشن والدبارة منتو. انا مش عارف هو ده ايه خاص بايه? انك انا كان الانجينير. طب ده خاص بايه? ازاي اعرفها او ازاي اعملها? بعملها عن طريق ان انا اروح على حي اسمها الفيو. وبختار حي اسمها تجميد. انا عايز اعمل تجميد لاول صف. هدوس عليها. فشايفين انا معما انزل لتحت قد اول صف موجود عندي. اهو. ده بالنسبة ليه تجميد لاول صف? عايز اشيله اختار بيني. طب لو عايز اعمل تجميد لاول عمود. اختار كلهم. اهو. اول عمود موجود عندي. اختار منيها بعد كده اختار بيني. الفرمولة هندرس المعادلات كلها اللي هي السم والابرج والكاونت والماكس والمين. في معادلات تاني البيلوك اب والديت والسم والاف والهايبر لينك والساين. اه دي خاصة اللي هو البيئة التجارة. اكسل التجاري. اه اللوجيكل برضو هناخد الاف والاف ارور والاور والاند والترو. اه التكست برضو هناخد الفايند. هناخد على فكرة هناخد يعني حوالي مية دالة. هندس ان شاء الله الدوال دي كلها مع بعض. الدوال دي كلها هناخدها مع بعض. اهي. هنا هتعلم في اللي قاوت هعمل ازاي اتجاه الصفحة. بحجم الصفحة. وهنا لو عايز اعمل خلفية. ليه الاشيط اللي عندي. برضو لو هنا ادرج اللي هو صورة. شيء بشكل. اللي هو مخطط تفصيلي. هنا الشرط. انا اجيت حددت جدول كامل زي دا اهو. وراحت اخترت اي شرط فيه. فبيعمل لي تحليل لي بيانات اللي كانت موجودة في ايه? في الجدول اللي انا حددته. طيب لو اخترت مسلا. آآ حاجة زي كده مسلا. طب انا عايز اعمل تحليل اللي دول بس. تحليل اهو. بعد كده بعمله زي ما عايز. طيب. آآ احنا النهاردة كده شرحنا قائمة فايل وهم التفصيل. المحاضرة الجاية هناخد قائمة كامل وهنشرح تفصيل البيب التابل. وهشرح اللي هي الحديث التاني دي كلها وهنشرح الحاجة اسمها البيج لي اود. طب هنا لو بصنا سريعا كده على الريفيو. هنا سبيلنج لو عايز اعمل تصحيح. ادوس yes. فبيقول لي كلمة فيها خطأ. عايز اعمل لها تصحيح. اختار change. وكده عمل لي تغيير لها. هالة هالة الكلمة دي صح? هدوس ignore once اللي هو اهمالها. او اهمل كل الاسماء اللي باسمها لا. او اضيفها للقاموس اللي عندي. تمام? فبيقول لي كده خلص. احنا قلنا السرور دي لو عايز اجيب اه معنى انا واقف على. انا واقف على كلمة زي الميل اوفيسر. ودست على سريعس. لو لازم يكون عندي نت. عايز اجيب كلمة مشابهة لكلمة الاوفيسر. ايه هدوس على البحث. اهو مش مجمع معي بس ممكن اهو جاب معي الاوفيسر. اهو. اعمل على السيرش. بيجيب لي كلمة مشابه للاوفيسر. هادي كلها كلام مشابه للاوفيسر. تمام? هنا لو عايز اعمل التعليق. هنا اهو عندي بروتيكت شيت وبرتيكت وورك بوك. الشيط جلنا خاص بالشيط اللي انا لو فاتح كذا شيط. طيب انا عايز اعمل حماية للشيط اللي انا واجف عليه بس. طيب لو عايز اعمل حماية للشيط او الشيط الاكسل ككل من برة بعمله من حاجة اسمها الورك بوك. تمام? اه الفيو طريقة عرض الصفاحات. هنا لو عايز الشبكة البيانية زرها. اعلم علي علامة صح على الجريد لاينز. عايز اشيلها اشيل علامة الصح. اهي. الفورمولا بار اللي هو شريط الصيغة اللي هو فوق ده عندي. عايز اشيله. اشيل علامة الصح. كده شيلته. الهيدنك اللي هو الصفوف والاعمدة. الصفوف الصفر اللي فوق والعمود اللي موجود عندي فوق. وده بالنسبة خاصة بالزوم. خاصة هنا بالزوم. طيب حلو خالص. طيب انا جيت هنا على البيج لقوت. انا لما باجي اطبع اللي هي الشبكة البيانية اللي من وره مش هتظهر. لو عايز اظهرها شايفين هنا في ممكن اختار حاجة اعلم علامة صحة على البرينت. فهتظهر معي في الطبعة. لما جي اطبع هدوس اه كنترول بي. هي مش هتظهر معي هنا في الورجة. لكن لما جي اطبع الشيت هلا جيها ظهرت معي. طب لو عايز اه اطبع برضو الصف من فوق والعمود. العمود قصد والصف. هعلم علامة صحة على البرينت. هيظهر معي في الطبعة. تمام? تمام. اه دي حاجات سريعة كده على الحاجة اللي هناخدها ان شاء الله المحاضرات الجاية. اه انا كده هكتفي بقائمة فايل وهو من النهاردة. اه الناس تركز معي في المحاضرة الجيها تكون مهمة جدا. هنشرح بالتفصيل قائمة انسرت. اه لو فضل معنا وقت هناخد البيج لاوت. احنا هنخلص اول حاجة الشرح اللي عندي. وبعد كده هنشرح الدوال اخر حاجة. الدوال اللي واحدية هتاخد معي بحدود من ثلاث محاضرات لاربع محاضرات. تمام? اه زي ما قلنا عشان نطبع بحدد اول حاجة. وبعد كده بختار برينت اريا. واختار حاجة اسمها السيد برينت اريا. وهروح على علامة الاكس دي وهروح اختار فتو واختار رقم واحد. معانا انا عايز اطبع كل الشيت في صفحة واحدة. وادوس على اوكي. طب عايز اخلي الصف الاولين ده كله موجود معي في اي وارجة باطبعها. من هنا اختار حاجة اسمها شييت واروح احدد في الرو. اه اه اتوب. اروح هحدد اول صف عندي. وادوس على اوكي. فده الخاص بامر اطبعها. دي خاصة بامر اطبعها. تمام. اه انا كده خلصت محاضرة اليوم. اه في حد عنده اي استفسار بخصوص المحاضرة. انا اكتفي بكده النهاردة. ان شاء الله بازن الله المحاضرة الجيهة نشرح قائمة انسيرت بالتفصيل الممل. وهكزا قائمة بيجل اوت. اتبادل كلها اشرح. تمام? فانا هكتفي بكده النهاردة. بمحاضرة اليوم. هكتفي بيه. طيب. تمام. اه لحظات هجيب لكم بس رابط الحضور. تمام? سواني كده هجيب لكم رابط الحضور. تمام? مبليش مهندس احمد حسان باعته خلاص. تمام? رابط الحضور كده موجود. اه باش ننديس على سماعة. ممكن توضيح له اكتر. ممكن توضيح اكتر. الترقيم من الصفة الثاني. طيب. معلش نستطيع نسيبها المحاضرة الجاية. لان موضوع الترقيم ده ان شاء الله يعني في قائمة هنتعلم برضو زي نعمل ترقيم. وهنا ندرسه بالتفصيل المحاضرة الجاية يعني. تمام? انت عايز تشير الترقيم من اول اه صف. حاضر. تمام? نسيب الكلام ده كله ان شاء الله بداية من المحاضرة الجاية. آآ علشان برضو مش عايز نسبق الاحداث. تمام? لسة يعني كل الحاجة انتوا عايزينها في الاكسل هتتشرح ان شاء الله. هننشرح الاكسل بالتفصيل. تمام? زي ما شرحنا الورد بالتفصيل هنشرح الاكسل بالتفصيل. تمام? وهناخد كل حاجة ممكن استعملها داخل الاكسل. تمام? آآ انا اكتفي كده بمحاضرة اليوم. آآ بالتوفيق لكم جميع انا راجعوا آآ راجعوا المحاضرة كويس. هنزلكم تسك ان شاء الله على المحاضرة. آآ بالنسبة صحة للورد كان اول تمن محاضرات عليها تسكات. بعد كده اخر اربع محاضرات كان التسكات بونس. كانت التسكات بونس. اما بداية من الاكسل كل حاجة من دلوقتي ورايح هتقبى تسكات علينا. مش هتقبى بونس. تمام? البونس يعني مش مهندسة هكتب لكم في الفورم بتاعة التسك ازا كانت بونس ولا. فانا كده خلصت الشيط التطبيق اللي النهاردة او التسك اللي هنزل النهاردة على الاكسل هيبقى مطالبين به وليس بونس. البونس كان على اخر اربع محاضرات خاصة بالورد. عشان كانت اربع محاضرات تطبيق على كل اللي اخدناها في الورد. تمام? هنزلكم التسك الاولان النهاردة ان شاء الله في الاكسل. بالتوفيق لكم جميعا وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق واللي عنده اي سؤال آآ تمام? اسالهولي على الواتساب او جروب الواتساب. آآ اللي حاب يسعى لأي حاجة في الورد برضو يسيب لي السؤال بتاعه. وقبل بداية المحاضرة الجا ان شاء الله هشرح كل الاسئلة اللي هي اللي اتسألتلي. هجاوب عليها وفي نفس الوقت برضو هشرحها تاني داخل المحاضرة عشان الناس السفاد منه.